الدرس الثالث بالنسبة للتحولات البيداغوجية وهي المرجعيات البيداغوجية يعني أنواع البيداغوجية كتعريف فهي استراتيجية أو كل نشاط يقوم به المدرس من أجل تنمية تعلم معين لدى المتعلم لقد تبنى المغرب حديثا التدريس بالكفايات وذلك لاستجابة متطلبات العصر والإحاجيات لمدرسة المغربية وتعتمد هذه المقاربة على جملة من البيداغوجيات هناك بيداغوجية الخطأ فهي تصور يعتبر الخطأ استراتيجية التعليم والتعلم مبادئ هذه البيداغوجية هناك بعد إبستيمولوجي يعني للتلميذ الحق في الخطأ كما نخطأه نحن البعد البيداغوجي اجتاحة الفرصة للمتعلم لاكتشاف الخطأ وتصحيحه ذاتيا البعد النفسي اعتبار الخطأ ترجمة للتمثلات مصادر الخطأ هناك مصدر إبستيمولوجي حيث يكون المفهوم أو المعرفة صعبة هناك مصدر نمائي يخطأ المتعلم لأننا طالبناه بمجهود يتعدى قدراته النمائية والإدراكية هناك مصدر تعاقدي لأن عدم تصرح بما هو منتظر من التلميذ قد يجره إلى الخطأ بطبيعة الحال هناك مصدر تعليمي لأن الطريقة التعليمية المتبعة من طرف المدرس هي التي أوقعت المتعلم في الخطأ ثم مصدره المدرس أي أن الخطأ نصادر عنه يعني أن المدرس يقدر يعطي أخطأ يعطي مفاهيم غير صحيحة مراحل تجاوز الخطأ هناك رصد الخطأ ثانيا تحليله لتعرف على مصدره ثالثا إعداد الخطأ لتصحيحه رابعا تنفيذ الخطأ ثم خامسا التتبع والتقويم هذه هي مراحل لتجاوز الخطأ ثانيا البداغوجية الفارقية تقوم هذه البداغوجية على أساس الفوارق الفرضية والجماعية بين المتعلمين الشيء الذي يستدعي اعتماد أنشطة متنوعة ومرينة على أساس الفوارق الفرضية مقتدياتها فارقية المهارات فارقية البنيات وفارقية المضامين خصائص هذه البداغوجية هناك بداغوجية مفردنة تعترف بالتلميذ كشخص له تمثلاته الخاصة بالوضعية التعليمية بداغوجية فارقية متنوعة تقترح عدة مصارات تعليمية وتأخذ بها الاعتبار خصوصيات كل التلميذ ثم بداغوجية فارقية متجددة تجدد أنشطة التعليم وتفتح منافذ أكبر أهداف البداغوجية الفارقية هناك الحد من الفشل الدراسي هناك التقليص من الهضر الدراسي هناك تنويع طرق الأسريب وتطوير المحتويات ثم تطوير قدرة المتعلم على تحمل المسؤولية هذو أهداف أولا قدر نقوله إيجابيات هذه البداغوجية ثم شروط البداغوجية الفارقية العمل في فارق يعني كمجموعات تدبير الوقت التشاور والإسقاء ثم إخبار منتظم للشركاء هناك أشكال لتفعيل فارقية مجموعات حسب المستوى مجموعات حسب الحاجات ثم مجموعات حسب الاهتمام ثالثا بداغوجية التعاقد فهي تنظيم لوضعيات تعليم عن طريق اتفاق بين المدرس والمتعلمين بغاية تحقيق أهداف معينة سواء كانت معرفية منهجية أو سلوكية أنواع التعاقد البداغوجي هناك تعاقد تربوي هو علاقة بداغوجية تقومها للإدراك والتقويم لاستغلال أقصى للإمكانيات وتنشأ بشكل تلقائي لشعوري هناك تعاقد بداغوجي هو مجموع المعايير التي تحكم العلاقة بين المدرس وجماعة القسم ثم هناك تعاقد ديداكسيكي ينشأ هذا التعاقد بين المدرس والمتعلم في علاقتهما بالمعرفة مبادئ هذه البداغوجية هناك مبدأ حرية الاقتراح والتقبل والرفض مبدأ التفاوض حول عناصر التعاقد العنخيرات المتبادل في إنجاح التعاقد وتنقسم هذه البداغوجية إلى شطرين الأول لا يمكن إكره أي فرض على إنجاز عمل بدون رغبته يعني ما غدش نفرضه على شيء تلميذ أنه ينجز شيء عمل مشيء في الاستطاعة دياله ثانياً قد يكون مكتسب فهو إلزام يعطي مشروعية والقوة للقوانين رابعاً مجموعة من التعلمات المتداخلة والمتمحورة أنواع هذه البداغوجية تلقائية نابعة من حاجة المتعلم وغير مصطنعة ثم المحدثة يطرحها المتعلمين بمساعدة الأساتذة مبادئها الإنطلاق من حوافز المتعلم الوظيفية ثم التعلم الداتي ثم أذهب إلى البحث والاستكشاف أما خطوتها هناك التحسيس بالمشكل كما تعرفون نحن نتكلم عن البداغوجية المشكلة أو حل المشكلات أولاً هناك التحسيس بالمشكل ثانياً تحديد المشكل ثالثاً صياغة دي لدك المشكل على شكل فرضيات ثم رابعاً التجربة يعني نقوم بالتجربة خمساً النتائج نرى أو نكتشف ماذا يوجد في النتائج ثم سادساً الاستنتاج والتقييم نعطي قيم واستنتاجات على تلك النتائج وسابعاً نقوم بالتقويم أهدافها تنمية روح الإبداع والابتكار اكتساب قدرة على صرح أفكار وآراء ومقارناتها بالآخرين وإدماج المكتسبات وخلق حس نقدي خامساً هناك بيداغوجية المشروعة كما تعرفون فهذه بيداغوجيات نشاطة للبيداغوجية أكتب هذه البيداغوجية تتبنى المشروع كستراتيجية تعليم والتعلم يعني تتمركز حول فاعلية المتعلم مع توجيه وإرشاد المدرس مراحل المشروع هناك اختيار المشروع وضع الخطة تنفيذ المشروع وفي الأخير تقويم ذلك المشروع وضع هذه البيداغوجية هناك وظيفة اقتصادية وانتاجية وظيفة علاجية وظيفة ديدكتيكية وظيفة اجتماعية تواصلية وظيفة سياسية مبادئها التركيز على المتعلم التركيز على طريق العمل التفاوض والتشارك التعاقد والتعاون أهداف او لا إيجابيات هذه البيداغوجية التمركز حول المتعلم مراعاة ميوله وقدراته اكتساب خبرات جديدة ربط المتعلم او لا ربط التعلم بالحياة يعني نقدر ندير مشاريع لها علاقة بالحياة وليس ضروري بالتعلم وهناك العمل الجماعي والتفاوض والتلائم المشروع التربوي هنا مشروع يخص التربية يعني مشروع تربوي فهو خطة عمل او عملية منظمة لتحقيق اهداف معرفية مهارية يسعى المتعلم لتحقيقها انواع هذه المشاريع التربوية فهناك المشروع الشخصي المتعلم يعني يقوم المتعلم بانجازه لوحده مشروع تربوي فهو له علاقة باطر ادارة مدرسين متعلمين هناك مشروع النشاط التربوي فهو يخص المعلمين لنشاط جماعي المشروع البيداغوجي فهو فريق المدرسين يعني يختصون بمادة واحدة هناك مشروع المؤسسة فهو يخص جميع شركات المؤسسة سادسا بيداغوجيات اللاعب فاللاعب له كذلك بيداغوجية فهي خلق وضعيات للتعلمات أساسها اللاعب حيث يتم تحضير الدرس من قبل المدرس اعتمادا على اللاعب البيداغوجي أنواع هذا اللاعب هناك اللاعب الأدوار يعني تقمص شخصية الكبار هناك اللاعب التعبيري كالرسم الغناء التكوين إلى آخره هناك اللاعب الفني الرياضي الجري القفز الرياضات بشكل نعم هناك اللاعب الإدراكي يعني اكتساب الخبرات اللاعب الحسي الحركي يعني تعلم التوازن كمثال ثم اللاعب الاجتماعي فهذا نعرفه في المجتمعات المغربية كالغمايدا كاشكاش كالجري كما تعرفون فنحنا كنا نلعب هاته نسميه اللاعب الاجتماعي تخضروا ما تنسوش هذي اللاعب الاجتماعي فهو تعلم مهامه يساعد في إحدى التفاعل فرض مع عناصر بيئة يمثل اللاعب وسيلة تعلمية تقرب المتعلم للمفاهيم وتساعد في المعارف فوائد هذه البيداغوجيا نقدر نقول له فوائد نقدر نقول له إيجابيات نقدر نقول له أهداف هناك التعاون واحترام حقوق الآخرين هناك احترام القوانين والقواعد والالتزام بها يعزز انتماءه للجماعة يساعد في نمو الذاكرة ويكسب الثقة بالنفس ترجمة نانسي قنقر